حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن اسحاق عن ثمامة قال خرجنا مع فضالة بن عبيد إلى أرض الروم وكان عاملا لمعاوية على الدرب فأصيب ابن عم لنا فصل عليه فضالة وقام على حفرته حتى وراه فلما سوينا عليه حفرته قال أخف عنه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بتسوية القبور حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن اسحاق عن يزيد بن حبيب عن أبي مرزوق عن فضالة الأنصاري سمعته يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم في يوم كان يصومه فدعى بإناء فيه ماء فشرب فقلنا يا رسول الله إن هذا اليوم كنت تصومه قال أجل ولكن قئت حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبني اسحاق عن يزيد قال حدثني ثمامة بن شفين الهمداني قال غزونا أرض الروم وعلى ذلك الجيش فضالة بن عبيد الأنصاري فذكر الحديث فقال فضالة خفيف فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسوية القبور حدثنا أبو عبد الرحمن المقري أحدثنا حي وتقال أخبراني أبو هاني أن حميد بن هاني أن عن عمر بن مالك الجنبي حدثني أنه سمع فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في الصلاة ولم يذكر أن لها عز وجل ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال لهو لغيره إذا صل أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد بما شاء حثنا أبو عبد الرحمن المقري أحدثنا حي وتقال أخبراني أبو هاني أن عن عمر بن مالك حدثه أنه سمع فضالة ابن عبيد يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صل بالناس خر رجال من قامتهم في الصلاة لما به من الخصاصة وهم من أصحاب الصفة حتى يقول الأعراب إن هؤلاء مجنين فإذا قد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة إن صرف إليهم فقال لهم لو تعلمون ما لاكم عند الله عز وجل لا أحببتم لو أنكم تزدادون حاجة وفاقة قال فضالة وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حي وتو ابن لهي عات قال أنبأنا أبو هاني أن عن علي بن رباح عن فضالة ابن عبيد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز تباع وهي من الغنائم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزيع وحده ثم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن حثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حي وتو قال أخبراني أبو هاني أن عن أبي علي الجنبي عن فضالة ابن عبيد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير حثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا ابن المبارك عن حي وتابني شريح قال أخبراني أبو هاني أن الخولاني أن عمرو بن مالك الجنبي أخبره أنه سمع فضالة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات على مرتبة من هذه المراتب بعثا عليها قال حي وتو يقول رباط حج أو نحو ذلك وحدثناه الطالقاني في هذا الإسناد عن أبن المبارك قال يسلم الفارس على الماشي والماشي على القائم والقليل على الكثير حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حي وتو قال أخبراني أبو هاني أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي مثله حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حي وتو قال أخبراني أبو هاني أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي حدثه فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنه قال ثلاثة لا تسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا وأمة أو عبد أبقى فمات وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم وثلاثة لا تسأل عنهم رجل نازع لها عز وجل رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العزة ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حي وتو قال أخبراني أبو هاني أن أبا علي أخبره أنه سمع فضالة ابن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كففا وقنع حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حي وتو وابن لهي عاتقال أنبأنا أبو هاني أن أبا علي أجنبي حدثه أنه سمع فضالة ابن عبيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات على مرتبة من هذه المرات ببعثى عليها يوم القيامة حثنا عمر بن علي المقدمي قال سمعت حجاجا يذكر عن مكحول عن عبد الرحمن ابن محيريز قال قلت لفضالة ابن عبيد أرأيت تعليق يد السارق في العنق أمن السنة قال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فأمر به فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه قال حجاج وكان فضالة ممن بايع تحت الشجرة قال قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد قلت ليحيى ابني معي إن سمعت من عمر بن علي المقدمي شيئا قال أي شيئا كان عنده قلت حديث فضالة ابن عبيد في تعليق اليد فقال لحدثنا به عفان عنه حسن إسحاق بن إبراهيم الطالقاني حدثنا الوليد بن مسلمين عن الأوزاعي عن اسمعيل بن عبيد الله عن فضالة ابن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أشد أذنا إلى الرجل حسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته حسن يحيى بن إسحاق قال أنبأني أبن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش عن فضالة ابن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح صائما فدعى بشراب فقال له بعض أصحابه يا رسول الله ألم تصبح صائما قال بلى ولكن قئت حسن حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة قال حدثني أبو هاني عن أبي علي عن فضالة ابن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير حسن إسحاق بن إبراهيم حدثنا ابن المبارك عن حي وتابن شريح قال أخبرني أبو هاني الخولني أن عمرو بن مالك الجنبي أخبره أنه سمع فضالة ابن عبيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات على مرتبة من هذه المرات ببعثى عليها يوم القيامة قال حي وتو يقول رباط أو حج أو نحو ذلك بهذا الإسناد عن فضالة ابن عبيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمع عمله إلى يوم القيامة ويأين فتنة القبر قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المجاهد من جاهد نفسه لله أو قال في الله عز وجل حفنا قوتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن حنش عن فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شاب شيبة في سبيل الله كانت نورا له يوم القيامة فقال رجل عند ذلك فإن رجالا ينتفون الشيبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فلينتف نوره حفنا معاوية بن عمر نحدثنا رشدين قال حدثني معاوية بن سعيد التجيبي عن من حدثه عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العبد آمن من عذاب الله عز وجل ما استغفر لها عز وجل حفنا معاوية بن عمر نحدثنا رشدين قال حدثني ابن هاني الخولني أن عمر بن مالك حدثه أنه سمع فضالة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ميت يختم على عمله إلا المرابطة في سبيل الله يجري عليه أجره حتى يوم القيامة ويوقف فتنة القبر حفنا عصام بن خالد الحضرامي حدثنا صفوان بن عمر وعن شريح بن عبيد أن فضالة بن عبيد الأنصارية كان يقول غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فجهد بالظهر جهدا شديدا فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما بظهرهم من الجهد فتحينا بهم ضيقا فسار النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقال مر بسم الله فمر الناس عليه بظهرهم فجعل ينفخ بظهرهم اللهم أحمل عليها في سبيلك إنك تحمل على القوي والضعيف وعلى الرطب واليابس في البر والبحر قال فما بالغنا المدينة حتى جعلت تنازعنا أزمتها قال فضالة هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على القوي والضعيف فما بال الرطب واليابس وليابس فلما قادمنا الشام غزونا غزوة قبرس في البحر فلما رأيت السفن في البحر وما يدخل فيها عرفت الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم حثنا علي بن بحر حدثنا الوليد بن مسلمين قال حدثنا الأوزاعي عن اسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن ميسرة مولى فضالة عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله عز وجل أشد أذنا للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته حدثنا أبو اليمان قال حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي مريم عن الأشياخ عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأمرني أن أرقي بها من بد لي قال قل ربنا الله الذي في السماوات تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض اللهم كما أمرك في السماء فاجعل رحمتك علينا في الأرض اللهم رب الطيبين أغفر لنا حوبنا وذنوبنا وخطايانا ونزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على ما بفلاء من شكوى فيبرأ قال وقل ذلك ثلاثا ثم تعوذ بالمعوذتين ثلاث مرات حثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عبد الله قال أنبأنا ليث قال أخبرني أبو هاني الخولني عن عمر بن مالك الجنبي قال حدثني فضالة بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا وذنوبه حثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب أن أبا علي الهمداني أخبره أنه رأى فضالة بن عبيد أمر بقبور المسلمين فسويت بأرض الروم وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سووا قبوركم بالأرض حثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان عن أبن أبي ليلى عن رجل عن فضالة بن عبيد أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة قال وفينا مملكينا فلا يقسم لهم حثنا عبد الله بن الوليد قال أنبأنا سفيان ومحمد بن كثير أخو سليمان بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبن أبي ليلى عن رجل عن أبيه عن فضالة بن عبيد أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة قال وفينا مملكينا فلا يقسم لهم حثنا هاشم ويونس قال حدثنا ليث بن سعد قال هاشم حدثنا سعيد بن يزيد أبو شجاع وقال يونس عن سعيد بن سويد أبي شجاع الحميري عن خارد بن أبي عمران قال يونس المعافري عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال اشتريت قلادة يوم فتح خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل حثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبني اسحاق قال حدثني يزيد بن حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب عن حنش عن فضالة بن عبيد بن نافذ الأنصاري قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم كان يصومه قال فدع بماء فشرب فقلنا لهو الله يا رسول الله إن كان هذا اليوم كنت تصومه قال أجل ولكني قئت حان يعمر بن بشر قال حدثنا عبد الله قال أنبأنا رشدين بن سعد قال حدثني أبو هاني الخولني عن عمر بن مالك الجنبي أن فضالة بن عبيد وعبادة بن الصامت حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة وفرغ الله تعالى من قضاء الخلق فيبقى رجلان فيؤمر به ما إلى النار فيتفيت أحدهما فيقول الجبار تبارك اسمه ردوه فيردوه فيقال له لما اتفت يعني فيقول قد كنت أرجو أن تدخلني الجنة قال فيؤمر به إلى الجنة فيقول لقد أعطاني ربي عز وجل حتى لو أني أطعمت أهل الجنة ما نقص ذلك مما عندي شيئا قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكره يرى السرور في وجهه حثنا علي بن إسحاق قال أنبأنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أنبأنا حيوة بن شريح قال أخبرنا أبو هاني الخولني أنه سمع عمر بن مالك الجنبي يقول سمعت فضالة بن عبيد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول المجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله عز وجل حثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا المفضل بن فضالة قال حدثني عبد الله بن عياش عن يزيد بن أبي حبيب أنه أخبره عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صائما فقاء فأفطر حثنا قوتيبة بن سعيد قال حدثني رشدين بن سعد عن حميد أبي هاني الخولني عن عمر بن مالك عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع ألا أخبركم من المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم والمهاجر من هجر الخطايا وذنوبا والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل حثنا قوتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الجلاح أبي كثير قال حدثني حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم خيبر نبايع اليهود الأوقية الذهب بالدين ريني والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن حثنا يزيد بن هارون قال أخبرني الجريري عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحالة إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر فقدم عليه وهو يمد ناقة له فقال قال إني لم آتك زائرا إنما آتيتك لحديث بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوت أن يكون عندك منه علم فرآه شعثا فقال ما لي أراك شعثا وأنت أمير البلد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهان عن كثير من الإرفاه ورآه حافيا فقال ما لي أراك حافيا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحتفي أحيانا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم